اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والشقيقة المملكة العربية السعودية والتي ترتكز على دعاء مقوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك جاء ذلك خلال استقبال جلالة العاهل المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي أدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة زيارته للبحرين للمشاركة في حفل توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي ونقل معاليه لجلالته تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما الخالصة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء فيما كلفه الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولشعب السعودي الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار ورحب صاحب الجلالة بوزير الخارجية السعودي وبرك إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي مؤكداً همية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة وذلك في إطار ما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة وتمنين جلالته لهذا المجلس كل التوفيق لمزيد من الخير والرفاه والتقدم للبلدين والشعبين الشقيقين وأعرب جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين مثمناً الدعم المتواصل للمملكة الشقيقة بقيادته حفظه الله ووقفاتها إلى جانب مملكة البحرين وشعبها في كل المراحل ودورها الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك وحرصها على الدفاع عن المصالح العربية والإسلامية وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ومؤكداً رعاه الله أن مملكة البحرين ستظل دائماً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لإيمانها المطلق بوحدة الهدف والمصير وقد أعرب معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية مشيداً بالمواقف الأصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالته وبما حققته المملكة من نهضة وتطور وتنمية ونجاحات متميزة في جميع القطعات هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة حفظه الله مأدبة غداء تكريماً لمعالي وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق